السلام عليكم ورحمة الله و اهلا وسهلا فيكم بقناتكم احلى مواقف شترنج معكم اياد رضوان جايب لكم اليوم موقف اسطوري بتشوفه كل 100 سنة مرة طبعا اللاعب الابيض هون عنده اللعب ولكن اللاعب الابيض بوضع حرج جدا لانه مليكه يعني محاصر بالزاوية واللاعب الاسود اذا استلم المبادرة اكيد يعني رح تكون مبادرة قاتلة لانه كيش من هون بيلفيل بعدين رح يجي الوزير كيش كيش وغالبا يعني هاي الكيشات رح تأدي لكيش مات فاللاعب الابيض ايضا ما عنده اي شيء يعمله متن ما نكشفر لانه هون ممنوع الترقية لانه رح يكون الفيل جاهز وايضا بهذا البيضق ممنوع الترقية لانه الوزير رح يكون جاهز القلعة اكيد ما فيه تعمل شيء كيش من هون فالملك بالعكس رح يقترب تماما من الملك الابيض وراح يكون هاي النقلة مساعدة جدا للاعب الاسود طبعا الآن ما عنده اللاعب الابيض كيش لانه من هون اكيد الوزير بياخده يعني اللاعب الأبيض بوضع سيء جدا 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 ولكن عزيزي المشاهد في عنده نقلات خرافية نقلات أسطورية إذا بلعب النقلات هلأ ما رح تصدق رح أفرجيكم إياها بآخر الجيم هيك بدون تحليل ولكن الآن رح نحللها فإذا خلينا نشوف اللاعب الأبيض شو هي أفضل النقلات اللي ممكن يلعبها بهذا الموقف عزيزي المشاهد هون أفضل نقلة عند اللاعب الأبيض وهي نقلة خرافية نقلة هون هي روك على الجي اس ري طبعا عم نربط الوزير ونقلة خرافية طبعا هون بدون تحليلات اللاعب الأسود أكيد مجبر أنه يقبل هاي التضحية وياكل القلعة وهيك بكون الوزير ترك مراقبة البيضاء فطبعا عزيزي المشاهد أكيد الآن بكون اكتشفت أنت النقلة الصحيحة التالية وعم تفكر الآن تركي الوزير ولكن أحب أخبرك أنه هذا الحل غلط وهي النقلة غلط هون اللاعب الأسود رح يمتلك المبادرة عنده فيل قريب جدا وعنده أيضا وزير نشيط والمبادرة معه فهون خلينا نشوف كمبيوتر هناك على السريع كيش فرح يكون في عنا مبادرة قوية جدا والآن مثل ما أنك شايف كيش ولاحظ الفيل والوزير حاصرين الملك وبالتالي الملك الأبيض هون إجباري رح يطلع على الدي سيكس والآن كيش وطار الوزير ممكن هون اللاعب الأبيض يلعب محاولة أخيرة بحيث إذا أكلت الوزير يرقي الوزير الثاني مع كيش وتكسير الوزراء ولكن أكيد النقلة القاضية بشوب على الإي فايف طبعا هون الملك على السي ايت رح يكون في عنا كيش مات وبالتالي يعني هون الملك إجباري على السي سيكس ورح يأكل الوزير ويراقب خانة الطرقية الثانية وبالتالي اللاعب الأسود رح يرباح بسهولة فإذا نرجع الموقف من هون بعد التضحية بالقلعة اللاعب الأسود أخد القلعة شفنا أنه اللاعب الأبيض ما في يرقي الآن لأنه رح تكون مبادرة قاضية لللاعب الأسود لازم يعمل خطوة جميلة جدا وهي الطرقية بالبيضق دي طبعا وزير مع كيش وبالتالي الآن اللاعب الأسود رح يأكل الوزير لاحظوا هذا الفيل يعني صار سلبي جدا وبعيد عن مسرح الأحداث فالآن صار فينا نرقي لوزير طبعا شوف هذا الوزير يعني مراقب أي الخانة فالفيل هون ما في يعطي كيش وبالتالي يعني الفيل ما عد له دور وهون الوزير يعني ما في يعطي كيش مات لحاله طبعا ملك بعيد شوي فهون عدة كيشات رح يستطيع الملك يهرب متل ما لنا الفيل هون ما في يعطي كيش فكيش بالوزير والملك بيجع خانات بيضاء حتى ما يساعد الفيل الأسود أنه يعطي كيش وبالتالي إذا تحرك الملك رح يكون المبادرة مع اللاعب الأبيض وإذا ما تحرك الملك لاعب الأسود لحاله ما في يعطي كيش مات وهيك لاعب الأبيض بعد هاي الطرقية الجميلة جدا يعني رح يحقق التعادل ولكن عزيزي المشاهد لسه الدور ما انتهى هون لاعب الأسود أيضا مانو سهل رح يلعب نقلة خرافية رح يترك الوزير ورح يلعب الملك على السيتو لاحظ الآن في عنا مليون تهديد ممكن الوزير يجي لهون مع كيش رح يكيش الملك على الـ A2 رح يكون في عنا كيش من الـ B1 ثم كيش مات ممكن يجي الوزير على السي ثري كيش رح يكيش الملك إجباري على الـ A2 ثم رح يجي الوزير على الـ B2 مع كيش مات ممكن الوزير يعطي كيش مات مباشرة من الـ A3 ممكن يستخدم الوطر الطويل للكيش سواء من الخانة E5 أو من الخانة G7 ففي عنا مليون تهديد بعد ما الملك الأسود تقدم وحاصر الملك الأبيض لاحظ اللاعب الأبيض ما عنده أي كيش أيضا لحتى يدافع مثلا إذا إجيه كيش فببساطة يعني رح يكون في عنا كيش من هون والآن الملك على الـ A2 والآن يكون على الـ E5 وبدنا كيش مات وبدنا كيش من هون بعدها أكيد رح يكون كيش مات وبالتالي يعني ما إلهم أي حل وبالتالي رح يربح اللاعب الأسود فإذا النقلة أسطورية من اللاعب الأسود كانت هي النقلة C2 ولكن عزيزي المشاهد اللاعب الأبيض عنده حل شو هو الحل؟ نقلة خرافية أيضا لا تخطر على بال النقلة الصحيحة هون والوحيدة اللي ممكن تنقذ game اللاعب الأبيض هي Queen على الـ D1 كيش طبعا بدون تحليلات اللاعب الأسود إجباري هون رح يقبل التضحية والآن رح نرقي لوزير ولاحظ الآن الملك صار بعيد أيضا واللاعب الأسود عنده مبادرة ولكن ما رح يستطيع يحقق الفوز فيها فمثلا كيش بي الفيل الملك رح يطلع كيش بي الوزير الملك رح يجع على الـ B3 كيش والملك خلاص رح يشرد ويطلع وأكيد نعرف نهاية فيل ووزير ضد ووزير رح تنتهي تعادل لا إذا كان بحالات خاصة الملك محاصر والوضع سيء لأحد اللاعبين فممكن تنتهي تفوز أحد اللاعبين ولكن مثل هيك موقف رح تكون المباراة تعادل فإذن هذا هو الموقف الآن حطه لأي لاعب وفرجين نقلات النقلة الأولى الروك على الـ G3 رح ياخد القلعة ضحي بالوزير كيش فالملك ما رح ياخد الوزير حط الوزير هون رح ياخد الوزير الآن رقي الوزير فبفكرك أنه عم تتخوت أو عم تلعب نقلات عشوائية أو غبية ولكن الحقيقة هي هي النقلات الصحيحة إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو موقف جميل جدا ما بدي أتقل عليكم أكيد اليوم مجغولين بالمونديال فنلتقي مجددا بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله